أعزائي طلاب الصف الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله أسعد بلقائكم مجدداً في الجزء الثاني من درس كتابة مقال أهداف الدرس يتوقع منك عزيزي الطالب في هذا الدرس أولاً أن توضح الخصائص الأسلوبية للنص التفسيري ثانياً أن تكتب نصاً تفسيرياً في موضوع محدد مراعياً خصائصه البنائية والأسلوبية افتح معي عزيزي الطالب كتابك المدرسي في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المئة لنكمل ما بدأناه في الجزء الأول من هذا الدرس ولنذكر أولاً بما تعلمناه في الجزء السابق تعرفنا عزيزي الطالب مفهوم الفقرة وشروط كتابتها إلى جانب شكلها الخارجي كما تطرقنا للخصائص البنائية للفقرة واستأنسنا بنموذج لها تعرفنا من خلاله على كيفية الربط بين الجملة الرئيسة والجمل المساعدة والجمل الفرعية واختتمنا الجزء السابق أعزاء الطلاب بعرض الخصائص البنائية للنص التفسيري والآن أعزاء الطلاب هيا بنا نتعرف الخصائص الأسلوبية قبل أن نشرع في كتابة نص تفسيري من الخصائص الأسلوبية عزيزي الطالب أن تعرض الظاهرة بصورة عامة لا بصورة خاصة من خلال طرح جوانبها المختلفة كما يجدر بك عزيزي الطالب أن تلتزم بلغة عمومية تقريرية مباشرة وأن تبتعد عن التعابير الشعورية ثالثا استخدام حقل معجمي خاص وعدم استخدام حقول معجمية متعددة لا ترتبط بالقضية عزيزي الطالب من الخصائص الأسلوبية كذلك غلبة الأسلوب الخبري لأنه الأكثر تقريرا وتأكيدا لمضامين القضية المراد تفسيرها استخدام الفعل المضارع فهو يدل على الاستمرار ويعبر عن الحقائق العلمية إلى جانب توظيف الروابط المنطقية التي تعبر عن السبب والنتيجة ومن هذه الروابط أعزاء الطلاب ما يتعلق بالأسباب مثل لام التعليل لأن لكي بما أن وغيرها أما النتائج فنوظف لذلك من أجل بناء على لذا نتيجة لي إلى غير ذلك من الروابط أما التفاصيل أعزاء الطلاب فيمكن عرضها باستعمال بعض الروابط من قبيل أما كما أن حيث أولا ثانيا وغيرها بارك الله فيكم أعزاء الطلاب بعد أن تعرفنا على هذه الخصائص الأسلوبية ننتقل الآن إلى عرض نموذج خاص بالنص التفسيري السؤال أكتب موضوعا توضح فيه أسباب هجرة العلماء والباحثين العرب والمسلمين إلى الدول الغربية مبينا النتائج المترتبة على ذلك مقترحا الوسائل التي ترغب هؤلاء العلماء والباحثين في البقاء في أوطانهم من أجل النهوض بها لتساير ركب التقدم من خلال السؤال أعزاء الطلاب يتضح أننا أمام ثلاثة عناصر مطلوبة أولا أن نوضح الأسباب ثانيا أن نبين النتائج وثالثا أن نقترح الحلول والوسائل أحسنتم وبارك الله في جهودكم أعزاء الطلاب وإليكم النموذج الآتي العنوان هجرة العقول العربية حيث ينبغي أن يكون العنوان مرتبطا بالموضوع ويثير إلى حد ما انتباه القارئ للإقبال على النص أما المقدمة فنعرض عليك عزيز الطالب هذا المقترح تعد هجرة الكفاءات والخبرات العربية والإسلامية أو ما يصطلح على تسميته بهجرة العقول واحدة من أكبر المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها بلداننا العربية حيث تمثل هذه المشكلة جرحا نازفا يثخن الجسد العربي ويعرقل سبل التنمية العربية فما الأسباب الكامنة وراء هجرة العلماء والباحثين العرب والمسلمين إلى الدول الغربية ماذا تلاحظ عزيز الطالب بخصوص الشكل الخارجي للفقرة أحسنت نعم هناك مسافة بادئة في مطلع المقدمة وعلامة ترقيم مناسبة في نهايتها دون أن ننسى عزيز الطالب استعمال علامات الترقيم الأخرى التي تزيد من وضوح الفكرة وتيسر على القارئ الفهم السليم لها أما محتوى المقدمة عزيز الطالب فقد افتتح بعرض القضية المطروحة بشكل عام واختتم بطرح سؤال عن الأسباب الكامنة وراء الظاهرة هذه الأسباب أعزاء الطلاب سنجيب عنها في العرض وهذا نموذج مقترح لكتابة عرضك عزيز الطالب إن عدم توافر فرص عمل سانحة للتخصص الذي حصله الطالب خلال فترة تعليمه من العوامل الرئيسة في هجرة العقول العربية والإسلامية إلى جانب إهمال الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص المؤهلات العلمية لعلمائها والإفادة منها حيث كشفت دراسة صادرة عن مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية أن حوالي سبعين ألفا من خريجي الجامعات العربية يهاجرون سنويا للبحث عن فرص عمل مناسبة في الخارج كما أن استقطاب خبراء أجانب في تخصصات تتوافر فيها الكفاءات المحلية اللازمة يعد سببا آخر في ذلك وقد أثبتت الدراسة السابقة أن نسبة 54% من الطلاب العرب الذين يدرسون في الخارج لا يعودون لأوطانهم لعلكم أعزاء الطلاب تلاحظون أن الفقرة تعرض بعضا من الأسباب إلى جانب بعض الدراسات والإحصاءات المعينة على تصور الظاهرة بشكل حقيقي صحيح كما أن جمل الفقرة قد ارتبطت فيما بينها بروابط لغوية منطقية ساعدت إلى جانب علامات الترقيم على تسلسل الأفكار وتيسير فهمها لدى القارئ إليك عزيز الطالب الفقرة الثانية يمكنك إيقاف التشغيل لاكتشاف الأسباب الأخرى ونتائجها واستنباط مختلف الخصائص الأسلوبية التي تعرفنا عليها قبل قليل أما الخاتمة عزيز الطالب فنقترح عليك فيها أن تعرض لبعض الحلول والوسائل التي ترغب العلماء والباحثين في البقاء في أوطانهم وذلك ضمن فقرة مركزة تراعي فيها شروط الكتابة السليمة للفقرة وخصائصها الأسلوبية والشكلية أحسنتم أعزاء الطلاب يمكنكم إيقاف التشغيل لقراءة الخاتمة بتمع وأثير انتباهكم أعزاء الطلاب إلى بعض التعليمات الضرورية لكتابة نص تفسيري فقبل الكتابة لا بد لك عزيز الطالب أن تراعي العناصر الآتية أولاً اجمع معلومات كافية حول الموضوع مستعيناً بالمصادر المناسبة ثانياً ضع مخططاً مناسباً للموضوع وفق محاور رئيسه منتظمة ثالثاً صنف المعلومات التي حصلت عليها وفق أفكار رئيسة أما أثناء الكتابة عزيز الطالب فعليك اتباع ما يأتي اكتب الموضوع وفق بناء تنظيمي مناسب لعرض الأفكار والحقائق وظف العناوين الرئيسة والفرعية بشكل فاعل مؤثر استعمل الألفاظ السهلة المعبرة عن الفكرة بجلاء ووضوح واحرس على خلو الموضوع من الأخطاء الإملائية والنحوية احرس على استخدام علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة أما بعد الكتابة عزيز الطالب فراجع موضوعك من أجل التنقيح والتهذيب ودون ملاحظات معلمك وزملائك لتطويره ثم استخدم صحيفة التقييم الذاتي لتقييم كتابتك في جميع مراحلها المختلفة أحسنتم أعزاء الطلاب أشكركم كثيرا لحسن متابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته